مدرسة قرآن وقف مقبرة هذه لا زكاة فيها الأموال إذا بقيت وحال عليها عام ثم عام ثم عام وقد بلغت النصاب فإنه لا زكاة فيها لأن هذه الأموال من أين أتت؟ أتت من الصدقات ولا صدقة في صدقة لا صدقة في صدقة هذه الجمعيات التعاونية الخيرية لا زكاة فيها أموال الأيتام أموال المسجد أموال للوقف أموال للفقراء أموال المساكين فإنه لا زكاة لا زكاة فيها لأنها أموال من الصدقة ولا صدقة في صدقة أما إذا كان جمعيات لأشخاص معينين كالجمعيات التعاونية التي يقوم بها الشباب فإنه فيها زكاة بشروط معينة هذه الزكاة الجمعيات تكون على أحوال إما أن تكون سنوية وإما أن تكون شهرية فإذا كانت شهرية فإنه لا زكاة فيها هذا الشهر من تاريخ عشرين إلى تاريخ ثلاثين يأتي هذا بمائتين ريال وهذا بخمسمائة وهذا بأربعمائة وهذا بثلاثمائة من تاريخ عشرين إلى تاريخ ثلاثين تاريخ واحد وثلاثين توزع هذه تعطى هذه الجمعية لشخص هنا هذه هل الحال عليها حول لا إذن لا زكاة فيها لو أن هذا الرجل استلمها استلم خمسة آلاف ستة آلاف مبلغ بلغ النصاب وأبقاه في حوزته وحال عليه حول كامل فإن فيه زكاة في هذا الشهر استلم الأول خمسة آلاف فبقي معه من أجل بناء بيت بقي معه سنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالث فإنه يزكيه استلمه في شهر رمضان أو في شهر شعبان وبقي معه إلى شعبان من السنة الثانية فإنه يزكيه هذا النوع الأول من الجمعيات التعاونية هناك نوع من الجمعيات من يبقى سنوات اشترك ثلاثة أشخاص في جمعية لمدة ست سنوات فيدفعون كل شهر ثلاثمائة ريال بعد مرور خمسة أشهر قد بلغ النصاب وبقي هذا المال متى الاستلام بعد سنتين والآخر يستلم بعد أربع سنوات والثالث يستلم بعد ست سنوات ثلاثة أسهم فيبقى هذا المال وقد بلغ النصاب بعد خمسة أشهر ومر عليه حول كامل بعد سنة ونصف يزكيه هذا المال ويأخذ هذا يأخذ الزكاة من أموارهم الثلاثة واضح؟ إذا كانت الجمعية تبقى مدة سنوات ودفعوا جميعاً الثلاثة دفعوا في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث والشهر الرابع بلغ النصاب ثم بعد ذلك أخذوا يدفعون هكذا وبلغ النصاب في شهر شعبان واستمروا 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 مرت سنة وأربعة أشهر جاء شعبان الثاني والمال ما زال في مكانه لم يعطوه أحداً فإنه يجب فيه الزكاة ويأخذ من المال العام مال الثلاثة يأخذ من مال الثلاثة فإذا أخذه يبدون يحسبون مرة أخرى للشخص الثالث بعد سنتين استلمها بدأوا مرة أخرى يضعون الأموال فإذا كذلك بلغ النصاب وحال عليه حول كامل والمال ما زال باقياً فإنه يأخذ منه الزكاة كذلك إذا كانت هناك في البيت حصالة وفي هذه الحصالة أموال هذا يدفع خمسين والثارث خمسين والرابع خمسين وهذا المال لأبيهم أو لأمهم فإنهم يخرجون زكاة هذا المال إذا كان أبناء القد يجتمعون في مكان معين أموال معينة وهذه الأموال لهم يتساعدون بينهم يخرجون كذلك زكاة هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه حول كامل ترجمة نانسي قنقر